عملتم اللي عليكم وإن كنا نطمح دائما للأفضل الكلام على عملقة الهاند بول في النادي الأهلي اللي حصلوا النهاردة على المركز الخامس في بطولة العالم للأنداكس العالم طبعا للهاند بول بطولة السوبر جلوب لكورت اليد وده طبعا على حساب فريق الخليج السعودي المباراة انتهت مباراة مراثونية يعني وفيها الحياة تتخلى لها كمان ريمون تدى أهلوية واستمرت الإصارة لغاية السواني الأخيرة لغاية لما انتهت المباراة بنتيجة التعادل 30-30 بين الأهلي والخليج ولجأوا لرقلات الترجيح وانتهت لصالح النادي الأهلي بنتيجة 5-4 فوز وزي ما قلت حالكم كان مهم جدا ونتيجة منطقية وطبيعية جدا نظرا طبعا لمشاركة الأهلي مع برشلونة وفريق برشلونة في هاند بول واحد من أكبر فرق وأقوى فرق العالم صحيح يمكن هم متأهلش المباراة النهائية لكن في النهاية كان طبيعا أنك انت تخسر قدام البرسة البطولة دي بالمناسبة الأهلي حقق فيها المركز الخامس قبل كده تاني مرة الأهلي بيحقق فيها المركز الخامس كان حقق قبل كده سنة 2015 كان رابع السنة اللي فاتت مربع دهبي فحقق المركز الرابع في نسخة 22-22 والوصافة أو المركز التاني كانت اتحققت للنادي الأهلي سنة 2007 بمشاركة 12 فريق الحقيقة فيهم فرق كبيرة جدا على مستوى العالم تحقيق المركز الخامس يعتبر إنجاز جيد وخصوصا أنه نظام البطولة أو الطريق لمنصة التتويج ما بيسمحش غير للفريق صاحب الصدارة بس في كل مجموعة للمنافسة على اللقب يعني المجموعة الأهلي كان فيها بشرونة والأهلي والنور صاحب المركز الأول بس هو اللي بيوصل للدور قبل النهائي ففي وجود بشرونة كانت فرصة الأهلي صعبة وإن كان الحقيقة ده برضو يعتبر مستوى تاني من نجاح أنك تكون الأول في المركز الأول على مستوى تواني الفرق اللي شاركت في بطولة كاس العالم أعتقد ده برضو إنجاز مرضي إلى حد كبير